بانتظار الفرج لا أمل إلا بالحجر المنزلة تدارو كان لأي عوائب سلبية والرهان هو على تجليل عدد إصابات متدنة يمكن لمستشفياتنا استيعابه من هون كان لابد من التعبئة العامة بأرقام جيدة أطل علينا الأسبوع الحالي 2-8 حالات زيادة مصابة بفيروس كورونا 3-17 أما اليوم الأربعة في 16 حالة جديدة أرقام منخفضة بعد أسبوعين على خطة الطوارئ الصحية علما أنه فترة احتواء الفيروس بيتطلب أقله خمس أسابيع إلا أنه المفاجأة كانت بالأسبوع الثالث حيث على ما يبدو عادة الأمور إلى التفلط بالطرقات نتفهم أنه اليوم بصادف الأول من شهر نيسان والناس بحاجة لأبد رواتبة لكن البعض بحجة داء خلق من قعدة البيت نسى مدى خطورة فيروس كورونا فيروس إذا لا سمح الله أصاب واحد من أفراد العيلة رح يكون كفيل بإصابة العيلة بكملة المحزن بالموضوع أنه الحركة عادت شبه طبيعية على الطرقات وهيدي عين صغيرة من يلي وثقته كاميرا الأوتي في حركة سار ناشطة على الطرقات تحركات مطلبية ببعض المناطق تجمعات أمام إلات سحب الأموال بالمصارف تجمعات أمام مراكز بيع المواد الغذائية وتجمعات عمة داخل الإحيا فهل من تراجع بالخطة الأمنية أدى لهيدا الإنفلات؟ إجراءاتنا هي ما قبل الساعة السابعة وما بعد الساعة السابعة فيه عندنا جهد بينصب ما قبل الساعة السابعة هي لأنه فيه محلات عم تكون مستثنات من قرار التعبئة العامة الهدف أنه يكون فيه مراقبة فيه دوريات موجودة فيه حواجز فيه تمركزات بالإضافة إلى تنظيم محاضر ببعض المخالفات الشركات التي هي عم تخالف المؤسسات التي عم تخالف الأفراد بالإضافة إلى حملات توعوية عم نقوم فيها والإنثارات أو اللي منقوم فيها كمان على الأرض مثلاً مثل ما نشوف اليوم ومبارع خاصة هاليومين الماضيين عم نحكي آخر الشهر واليوم أول الشهر فيه سحمة عم يكون فيه إبثاز أمام المكانات السرافة الآلة بكتير من المناطق اللبنانية فهذا الشيء تم تدخل كوالأمن الداخل والسيمة ووحدة الكوالسيارة بالإضافة إلى القطاعات الإقليمية لمنع هذا التجمع وإبعاد المواطنين عن بعضهم المحاضر مستمرة عند المخالفات لتعليمات التعبئة العامة كوالأمن الداخل نظمت حوالي 3,000 محضر من 21 الشهر لهذا خاصة بالمخالفات يلي هي الأساسات يلي عم تفتح وغير مستثناء أيضا محاضر بحق عم نحكي الأشخاص يلي كمان عم بيخالفو أو التجول ما بعد يلي غير الضرورة قصوى كوالأمن الداخل وتحت شعار كل مواطن خفير طلبة التعاون معه نطلب المواطنين أن يتصلوا على المية وطنعش إذا في أي مخالفة لقرار التعبئة العامة يتصلوا على المية وطنعش نحن نوجه دورية ونعالج هذا الأمر ضبط حركة التنقل والانتقال هي الوسيلة الأفضل من أجل تفادي الفيروس الآتل يلي من الصعب معرفة من وين ممكن يطالك ونعمة الإصابات المتدنية جراء الحجر المنزلة ما لازم تتحول لنقمة بسبب استلشاء البعض نتيجة الملل